مرحبا يا عزيزي هلو يا عزيزي اليوم عبيلي خبركم اكتر باركة من طف التليفون اليوم عبيلي خبركم اكتر عن البيوتي روتين اللي عم بتتبعه تقريبا لفصل الخريف ولانه نحنا جايين عشاتوية متل ما منعرف دايما منحس دايما بالبيوتي روتين برودكت تابعنا عبيلنا نغير لانه السكن تتفاعر كمان غير مع التأس وطي يكون عبيتغير اذا عبيلكن تكتشفوا البرودكت اللي عم بتستعملون الليتلي تابعونا بهذا الفيديو اللي عم بتتبعه هنه ثلاثة ستابس كتير هينين كتير سريعين لانه ما بحب البيوتي روتين كمان اللي كتير طويلة لانه مع الوقت بزهق بوقفة فأول ستاب هي هو هيدا الكريم من افان الكتير كتير كتير حبته بهيدا الكريم انه كمان هو زيته فينا نمده كا كونتور دايزيو وللشفاف المنطقتين اللي كتير حساسين بالواجه واللي منحس اكتر شي كمان الشمس تاخد منهن هنه هون فوق الشفاف والعيون هون لانهه هون المنطقتين فهيدا الكريم هو هيدا الكريم وبيبنته على كل وجهه اكيد اهم شي ما نمسى دايما نمد على الرقبة لانه رقبة تتبع كتير خفيف كتير عم بحبه وصلة تقريبا بي دوي هون البردكت شهر عم بستعملون وانه تلناو اي مريضا اي مريضا يعني بعد ما انزعجت من ولا كريم الابليكيشن تبعهن كتير هينه بعد ما اوقفت استعمل ولا واحد منهن لانه عادة عندي تندانس انه اشي حس انه خرس بدي الغيون لانه ما كتير عم بحب التكسير تبعهن على وجه فاول كريم هو هيدا ناكست اس ده سيروم هيدا البيتامين سي هيدا البيتامين سي سيروم من ماتري سكن كتير عم بحبهن لانه بيعطي عن جد هيدا البوست اوف غلو لالسكن وقت حطه التكسير تبعه منه كتير سميكة ومنه كتير الايئة يعني فيه هيك شوي تكسير انا بحطه بمده دايما كمان بجارب قد ما فيه عمل مساج يعني للسكن تشربه مظبوط السكن وبتركه وقت ينشف يرجع من بعد انا منحس انه اول ما يدخلوا بتحسوا انه فيه بعضان ما تدخلوا باستشربه وبس ينشف بتدقوا بالسكن تبعكم تحسوها كتير نعمة اي ام رائعا سيروم فيه مطل ما قلت لكم فيتامين سي بس بتكون تحسوسة صغيرة كمانا منه من بعد الكريم بحط هذا السيروم انا عادة بكره الاجرام و دائما 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 برجع بحس بالزنب بقول لازم استعمل اكرام خاصة بالصيفية منصير انه لا لا في كتير شمس لازم نستعمل اكرام مع ان هو الاكرام لازم نستعمله كل السنة هو هيدا من فيشي اول شي 50 SPF سوبر 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 لايت بتمدوه كتير بطريقة هيني لانه كتير نعمل تكستر طبعه ريحته بتعقد انا مغرومة بالريحة تبعه انا في شمس و انا لا اعجاب بيوتي بطريقة مرحلة بس هيدا السمل تبعه كتير كمان خفيفة يعني منها السمل قوية كمان على الاخرام لازم ينمدع رقب لانه كمان رقبه يطبق كمان على الشمس بس هيدا البرودقت بعتقد ان تفتح لازم والدايه بتعفو هالبرودقت اللي اوقات بتستعملوه بتحسوا انه خلص هيدا البرودقت اللي يمكن ما بقى بتوقفوه تستعملوه على فترة كتير طويلة هذا هو أحد منه هؤلاء الأشخاص الذين يستعملون للبيوتروتين الذين يتبعوني على الإنستغرام يتعرفون إذا أردتكم الأشخاص لأنه كل فترة أخبركم أكثر عن الأشخاص والتفاعلون مع السكين طبعي ومع التأس لأنه بعده يغير نقلة من الخريف للشتة يتغير الأشخاص هؤلاء الأشخاص هؤلاء الأشخاص الذي أحبه لأنه غير أنه يبيع ومع التفاعل الأشخاص لديكم الأشخاص لأنه تقدروا تحكم على الأشخاص وهي تنصحكم شو الأنسب للسكين طبعكم فأستشوف كيف التفاعل الأشخاص للسكين كير تبعي لا تذكرون أن تتبعني على الإنستغرام وإذا أردتكم أكيد أن تنصح أن تنصح لا تذكرون أن تستعمل الأشخاص الأشخاص أراكم في الفيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر